بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياة الإنسان لا تسير على وتيرة واحدة فيمر الإنسان بمواقف في حياته تحتاج لصبر بل دعني أقول إن حياة المؤمن كلها تحتاج لصبر ومصابرة ومجاهدة هناك صبر على الطاعة هناك صبر عن المعصية هناك صبر في العمل لنصل إلى درجة الإتقان هناك صبر الطالب على دراسته ومذاكرته بل إن الله جل وعلا تحدث عن عاقبة الصبر في القرآن فالصابر يحظى بمعية مولانا سبحانه وتعالى وحب ربنا جل وعلا نعم نعم أيها الصابر اقرأ قول الله تعالى والله يحب الصابرين اقرأ قول الله تعالى إن الله مع الصابرين بل إن الابتلاءات التي يمر بها الإنسان تحتاج لصبر وجهاد ومصابرة وربنا سبحانه وتعالى يقول وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وربنا يقول لَتُبِلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ نعم إن عاقبة الصبر علو ورفعة اقرأ هذا في أواخر سورة النحل مع أوائل سورة الإسراء سترى الله جل وعلا في أواخر سورة النحل يأمرنا بالصبر وسورة الإسراء فيها معنى العلو والرفعة برحلة الإسراء التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم يقول مولانا في أواخر سورة النحل وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبِرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَبَدَأَتْ سُورَةُ الْإِسْراءَ تعالى اقرأ أواخر سورة الطور مع أوائل سورة النجم سترى هذا المعنى يقول مولانا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُونِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومَ وَبَدَأَتْ سُورَةُ النَّجْمِ التي فيها حديث الله عن المعراج والمعراج علو ورفعة ومكانة سامقة عالية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى نعم إن عاقبة الصبر بحمودة عاقبة الصبر علو ورفعة ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب للعبد درجته ومنزلته أي في الجنة فما يبلغها العبد بصلاة ولا صيام أي بعمل فلا يزال الله يبتليه ويصبر يبتليه ويصبر حتى يبلغ الدرجة التي كتبها الله له أحبة الأكارب يقول نبينا صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر الصبر فيه علو فيه رفعة فيه تكفير سيئات كما أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليست عليه خطيئة وليس معه ذنب عاقبة الصبر فضل ومكانة عالية من مولانا سبحانه وتعالى بل إن الله جل وعلا في أواخر حديثه سبحانه وتعالى عن صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان يقول مولانا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما ألم يقل ربنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أَلَمْ يَقُلْ مَوْلَانَا إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابُ الواجب علينا أن نصبر الواجب علينا أن نجاهد في هذه الحياة وأن نعمل بإتقان لنصل إلى هذه الدرجة العظيمة قال مولانا عن الأنبياء كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله